ترجمة نانسي قنقر ضلوع هذا النظام الدموي في الدوحة ضد البحرين وكما قيل قديماً اللهم احمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم الآن يعني البحرين أنا واثق تماماً بأن السلطات في البحرين قادرة على التصدي لكل المؤامرات الإيرانية الآن جاء عليكم الدور لكي ينضم لكم عدو آخر لهذا العدو الإيراني وهو الذي يبعد عنكم 40 كم البحري وهو الدوحة الآن التعاون الاستخباراتي سيكون في أشدة بين الأمن القطري والحرص الثوري إيراني لا يوجد رابط أو نوع من التعاون لن يتعاونوا على إنشاء الجامحات وعلى تفادل زيارات طلبة الجامعة أو العلماء بقدر ما سيكون تعاون استخباراتي قدر والتآمر ضد الأشقاء في دول خريج وخصوصاً البحرين وأنا متأكد أنه عندكم العديد من الأشرط حول هذه المؤامرات طيب أستاذ فؤاد الهاشم يعني كونك إعلامي بالطبع تعلم ما كانت تقوم به قناة الجزيرة حول تأجيج الموقف أكثر في أكثر في مملكة البحرين خاصة في عام 2011 وما عقبه من مشاكل ومؤامرات وغيرها ما تعليقك حول هذا الموضوع يعني أنا كنت أكتب وأحذر من المؤامرات القطرية منذ عام 2007 يعني منذ ما قبل أحداث 2011 بأربع سنوات الدوحة كان دورها مكشوفاً وواضحاً لكن أيامها كانت طبعاً النظام في الدوحة محمي من الإدارة الأمريكية وكان مشروع كونديزة رايس في الشرق الأوسط وتدمير المنطقة بأسرها الآن هم يريدون أكمال هذا المشروع مصررين على أكمال هذا المشروع حتى على حساب الأمن القوم القطري نفسه وحتى على حساب الأمن للشعب القطري النظام الحمدين الشرير هذين المجرمين لن يتوقف وأكرر لن يتوقف عن المساس أو تدبير مؤامرات للبحرين بالذات البحرين عندهم يعني هي بيضة القبان أو هما هي التي يريدون رؤيتها تسقط بين يوم وآخر وبالطبع البحرين مع المملكة العربية السعودية ونحن جئنا بعدكم في الكويت في عام 2013 النظام القطري أيضا حاول أسقاط النظام وكادت كويت أن تدخل في الفوضى الشامل نعم صحيح وبالتالي نعم أستاذ فؤاد نعم تفضل يعني كما ذكرت يعني الأزمة مستمرة ولكن الأدلة الجديدة يوما وراء يوم يعني تتظهر لنا أدلة جديدة يحيك النظام القطري شباكة حول مشاكل ويعني مؤامرات حتى تثير الفوضى في منطقة الخليج العربي ما رأيك فهذه الأدلة الجديدة حول تورط النظام القطري في مشاكل وزعزعة أمن البحرين هم يعني يخرجون من قبعاتهم المزيد من الأفاعي والمزيد من الخدح والمؤامرات التآمر مستمر ولن يتوقفوا وكلما كشفتم لهم شريطة أو مؤامرة سيأتون لكم بأخرى الآن أصبح اللعب على المكشوف تماما في الزمن السابق قبل المقاطعة كانوا يبتسمون في وجوهكم ويطعنوكم في ظهوركم وظهورنا كلنا الآن أصبحوا يتعاملون يعني بكل فجور بشكل واضح الإيرانيون في الدوحة الأتراك في الدوحة وقريبا جدا وتذكري هذا الكلام جيدا سيأتون بكل تنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا جفة النصرة على حشد على الجيش الشحبي كل من يدعمه إيران وكل من يدعمه في المجرمين الحمدين الدوحة سوف تصبح أرض مليئة بشذات الأفق وسوف تستمر مؤامرات وعليكم الحذر ثم الحذر المضاعف لأنه كمان لأنه أنتم كنتوا تحاربون إيران الآن سوف تحاربون بلد شقيق متآمر لا يريدوا لكم إلا الشر والدم ولن يرتاح إلا أن يرى البحرين محترقا نعم من الكويت الكاتب الصحفي الأستاذ فؤاد الهاشم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك